اهلا بك يا جماعة معكم دي مستوى حلقة جديدة من الحلقات سيف لوورد حلقة النهاردة عن الحدث الجديد اللي نزل النهاردة وانا بصراحة يعني مبسوط جدا انه جابوا الحدث بسرعة بعد التعديل الاخير. اه حدثة النهاردة اللي هو بوابت الزلام. طبعا بقى الهالوين داخل والفروت نايت مير داخلين والدنيا هتبقى لطيفة جدا. اول مشن هنشوفه دلوقتي حالا. زي ما احنا شايفين قدامنا ده الاحداث كلها بتدور في المكان ده. وكل الميشينات تقريبا في المكان ده او في نفس الماب. طبعا هنشوف بقى اول مشن معمول ازاي. الميشن الاولينية احنا مندور على اربع سنسرز تقريبا زي ما احنا شايفين قداما في الشاشة بتجمع بتشغل او بتفعل الاربع سنسرز. وبعد كده بعد كده بيطلع من السنسر شوية تيكرز بتموتهم وبعد كده بتروح بتدافع بقى على السنسر الاساسي زي ما احنا هنشوف قدامنا في الشاشة. هاسبكم مع اول ميشن خلصنا الاولانيا نخش في ميشن التانية وهي كلها بارة عن سبع ادلة بندور عليها في الماب الادلة هي عبارة عن عدسات موجودة جو القتيل وحوالين القتيل فالميشن سهلة جدا الميشن التالتة انت بتدور بقى جنب القتيل في جنينة عبارة عن توهان وحاجات زي كده فيها ستة تماثيل شكلها مريب شوية زي القدامة دايات وتخلص منهم ستة وشكرا وتخلص الميشن وتمام الميشن الروعة بقى بتخش القتيل بتخش على السراير اللي جوه القتيل تكسرها بتنزلك ازايز وتلمي منهم 14 وهي دي الميشن على كده زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة الميشن الخامسة بقى تخش جوه القتيل وتدور على الواح الارواح زي ما بيقولوا اللي هو السبيرت بوردز وبما خامسة جوه القتيل تفعلهم والدنيا تبقى تمام ما عندكش اي مشكلة زي ما احنا شايفين قدامنا شاشة اهو بنفعل اللوح من اللوح ديت وبصراحة شكله جميل جدا الميشن السادة بقى بتكسر خمسة نومز وخلاص على كده نخش بقى على الميشن السبعة ديت بقى بتدور على مذكرات بتاعة الشخصية اللي اسمها ويلو قدامنا ودي مذكرة بمذكراتها زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة دي بقى الميشن الاخيرة بتخش وده يعني سبيشل ميشن او مهمة خاصة عشان انت تجيب بيها السبوكي او تلاندر اللي قالوا عليها وهي ويلو يلا تشوف الميشن دي عملا ازاي زي ما احنا شايفين الميشن جوه الاوتيل كالعادة زي ما احنا قلنا في اول الحلقة ان الاحداث كلها حوالين الاوتيل ده تخش جوه الاوتيل هتلاقي بقى حاجة جديدة خالص زي ما احنا شايفين كله تحت الارض القصة كلها تحت الارض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوصف الميشن الاختبار ده بقى الجهاز اللي هندافع عنه بقى لو موجود تحت الارض هجيب اتنين بلو جلوت حطوا وتفعلوا وتدافع عنه بعد كده خلاص كده المشرة عندنا خلصناها واجبتلكوا حطة منها عشان تشوفوا عاملة ازاي كلها زي ما هنا شافين تحت الارض خلاص خدنا الاستاذة اللي قدامنا ديت اللي اسمها ويلو وخلصنا الحدث النهاردة والله انا من ضيق شكلها حلو وظريف هنأمل حلقة عليها بعد كده واشوف بتعمل ايه اشكركم جدا يا جماعة على المشاهدة ما تنسوش اللايك ورسبسكرايب كان معاكم ديموس اشوفكم قريب ان شاء الله على خير سلام